موسيقى شاركني الآن الحوار عبر الأقمار السنعية من الرياضة الخبير الاستراتيجي والسياسي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور مشعل أهلا ومرحبا فيك دكتور يا أهلا ومرحبا حياكم الله يا أهلا فيك دكتور المكالمات الهاتفية دكتور بين حمد بن جاسم وعلي سلمان دليل على التورط القطري في أشياء البحريني ما تعليقك على هذه المكالمة والتدخل القطري السافر في شون البحرينية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين في الحقيقة أشكركم بادي ذي بدي على الاستضافة وأتمنى من الجميع الحقيقة أن يكونوا على المستوى الميراد بهم نعلم أن في هذه الظروف التي نعيشها هناك بعض من المجازفات والمناكفات التي نسمعها وهي الحق لا تخيل إلى عقول ولعل أولاها وأقربها الحقيقة ما قام به خادم الحرمين الشريفين مكرمة عظيمة في قبول واسطة واحد من آل ثاني وهو الحق ابن الأمير السابق وقبل هذه الواسطة بكل كرامة وبكل رحابة من خادم الحرمين الشريفين حيث أنه تقبل حجاج القطر بأن يكونوا على ضيافته الخاصة إكراما لأهل قطر وإكراما للقطريين وهذا ديدا خادم الحرمين الشريفين وديدا من مملكة العربية السعودية وكان من لازم هذه الكرامة أن يتقبلها القطريين بما فيهم أميرها وباقي مسؤوليها بكل ترحاب إذ أنها لا معنى لأنها تكون من ضمن السياسة فمن شأن الحرمين وأهل الحرمين أن يكرموا الحاجة وفادة وسقاية ورعاية وهي استقفية على أحد وكان بإمكان القيادة في قطر أن تستبق هذه العملية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين عملية أخرى بأن ترسل حجاجها وعلى حسابها من الكويت أو من مسقط وهي تستطيع ذلك وبدون أن يكون هناك نوع من المجازفات وتسييس الحج كما يريدونه هم ليست المملكة العربية السعودية ألا وأن هناك قضية تخص البحرين الحقيقة ويتخص المنطقة برمتها وتخص الخليج العربي وتخص السعودية كما تخص المنامة الحقيقة أن تدخلات في الشأن البحريني هي الحقيقة ما تسرب أمرها وعرف شأنها بين القاصي والداني وإعلاميا وهي الحق لا تخفى على أحد وكانت الاعترافات الحقيقة التي سمعناها قد ترقى إلى مسألة الإدانة التامة من البحرين إلى قطر وهناك سابقة الحق لا تخفى على أحد كانت قطر الحقيقة تمتنع عن الحقيقة انتماء جزر حوار إلى البحرين وحتى وصلت رفضت وساطة السعودية ورفضت وساطة الدول العربية وكانت من ضمن القانون الدولي أن الحقيقة سلمت لهذا الأمر غصبا عنها بأن أعطتها إلى البحرين بحكم قضائي دولي والناس تشهد ذلك ألا وإننا نرى كثير من هذه الأشياء التي ابتعدوا فيها عن الحل وابتعدوا فيها عن حل حلة الأمور نرى أن هناك إدانة واضحة في هذا الهروب الواضح من القرب من إخوانهم في الخليج العربي وكذلك يعني يستلزم أن يكون هناك نوع من التقارب ومن الاعتذار ومن ذكر الخطأ إن كان هناك خطأ ومن ذكر الحقيقة التسامح عما مضى وهي الحق دول الخليج العربي سواء جلالة ملك البحرين أو سواء السمو ولي العهد السعودي أو الملك السلمان حفظه الله على رسل جميع أو كذلك الإمارات العربية بما فيها من قيادة نجد أن هناك رومة عربية تسمح لأخيهم إذا أتاهم الحق معتذرا معترفا ومقرا بذلك هناك أرواح أزقت وهناك مصالح الحق قفوتت على الناس وعلى الدول وهناك الحقيقة فوضى خلقت الحق هناك أمرين إما أن يكون عن صبق إصرار وترصد أو أن تكون هناك صدفة وقعت فالأمر هو قابل للتفاوض قابل الحق للنقاش وهو الحق وإن كان السيد سيقول لا تفاوض على مثل هذه الأمور لكن هناك أشياء تتغير في مجال البحث والنقاش فهناك قضايا الحقيقة ملكة البحرين التي تعتبر دلة الخليج العربي وهي الحق الأهمية وهي الحق متنفس لدول الخليج العربي أجمع سواء قطر أو السعودية أو غيرها هي الحق تعتبر البحرين هي الحقيقة جمانة دول الخليج العربي في كونها من قديم الزمان هي الحق من أجمل المدن وأأمنها وأكثرها استقرارا وأكثرها الحق هو آمن شعبيا هناك لا فرق بين الشيعي وسني في البحرين الحق هناك تمازج وتماهم مع الحياة في المجتمع البحرين إلا بعد خروج الثورة الخمينية وما كانت ترمز إليه في مسألة تصدير الثورة وكان هناك الحق زعزع في المنطقة ومن ضمن هذه الساعة الحقيقة كان هناك بعض المنظمات الإرهابية والمنظمات التي الحقيقة رأت أن في هذا الدين جملا إلى مبتغاهم وإلى مرادهم فلذلك خلقوا هذه الفتن في المنطقة وأصبحت البحرين الحقيقة محطة لتجارب كثير من ضعفة نفوسهم في أن يكون الحقيقة لبروزهم ولبقائهم ما أن تكون على تدمير البحرين أو تدمير السعودية أو تدمير غيرها من دول المنطقة الحق هي آمنة والحق ليست هناك منطقة في مأمن عن منطقة أخرى هم الحق دول الخليج العربي هي في منظومة واحدة كما أن المملكة العربية السعودية هي مرجع للعرب والمسلمين هم الحقيقة يعتبر جسد المملكة العربية السعودية ويروحها ونستغرب من يتآمر على المملكة العربية السعودية وعلى أشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي هذا هو الغريب دكتور مشعل سؤال ضيفنا في الاستوديو ماذا تهدف له قطر يعني الشواهد كثيرة والأدلة كثيرة ويمكن من جزائها أيضا هي محور من المحاول التي تم مناقشتها بين بن جاسم وسلمان والذي هو عن موضوع درع الجزيرة حتى قطر رفضت تدخل درع الجزيرة في البحرين بطلب من الحكومة في البحرين في ذلك الوقت لما كانت تشهد من أحداث مؤسفة تسببت فيها الدوحة أيضا هو الحق حينما نرى مثل هذا الإصرار وهذا التجني على دول المنطقة ونرى أن هذا العمل حققها المدعوم بهذه الآلة الإعلامية الخبيثة الحاقدة على المنطقة هو الحق التي تريد أن تؤسس لبيئة متشنجة في منطقتنا سواء في البحرين أو السعودية أو باقي دول الخليج العربي وحتى جمهورية مصر العربية التي تعتبر عامود الفقري للعالم العربي الحق إذا كسر هذا العامود لربما تهاوى جميع منظومة الدول العربية ولذلك استشعار المملكة العربية السعودية في أن مصر أمنها أمن للسعودية والخليج هو الحق لا زال قائما وسيظل مستمرا من عهد المؤسس إلى وقتنا الراهن والحق المملكة العربية السعودية ترى أن بهذا التعدي الحقيقة والتجني على هذه الدول هو الحق تعد على الرياض ولعل المملكة العربية السعودية موقفها المشهود أمام العالم حينما كان لها ولباقي دول الخليج العربي الدخول في درع الجزيرة العربية إلى البحرين في تلك الحقبة حينما أشعلت وأضلمت النيران في المنامة وكان هناك الدماء تسيل وكان الحقيقة المجتمع في البحرين الحق واقف حيران من هذا العمل المسيء نجد أن هناك نقاشا ونجد أن هناك تواصلا مع عضائن هم الحقيقة خصوم للبحرين ولأهل البحرين وهي الحق منظمات كانت مدعوما من إيران نرى أن في هذا العمل الحق الإجرامي المقيت يجب أن يكون هناك أولا اعتذار عما بدأ ثانيا الحق تسلخ من هذا الموقف الرديء الشائن الذي رأيناه باعترافات متلفزة سمعها الجميع الحق الإدانة الواضحة من ابن جاسم وكذلك من الأمير السابق الحق لقطر هي الحق إدانة واضحة وهي معترف بها والحق دعوى أنها تسقط بالتقادم غير صحيح لأنه لا زال اللاحق الذي نراه هو على مسيرة السابق الذي تعدى والحق هو مستمر في هذه السياسة فإذن حينما نفصل بين ما مضى وما هو موجود الآن يجب أن يكون هناك اعتذار ويجب الحق عدم تجني ويجب أن يكون هذه المعاهدات التي تمت في الرياض الحق يكون لها سريان وعمل واضح وأن يكون هناك كف الأذى وكف الأذى بالإعلام الحقيقة الواضح الذي لا يختلف عليه ثنين أن هناك تجني واضح ضد دول المنطقة الحق هناك تحريض واضح على هذه الدول حينما نرى أن المنامة في هذا الألم العظيم الذي ذهب منه رجال أمن ونرى أن القطيف الحقيقة وبتوفيق من الله جل وعلا الحق الآن بؤرة الإرهاب المملكة العربية السعودية بتوفيق من الله جل وعلا وبهذه السياسة الموفقة المباركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خادم الحرمين الشريفين حينما أصدروا أمرهم بتنظيفها من هذه البؤرة كان كشف لهذه القضايا وإيضاح الحقيقة وما خفي كان أعظم ولكن لا يراد لهو أن يكشف بين الناس حتى لا يكون الغضب على المجتمع القطري لأن الحق هي هناك سياسة والحق المجتمع القطري لا ذنب له بذلك وإنما هو مأسور مثله ومثل غيره دكتور دعني فقط حقف عن جزئية أنت ذكرتها وهي المكالمات السابقة التي كانت بين حمد العطية والإرهابي الفارح حسن سلطان كشف عن دعم قناة الجزيرة وهي الذراع الإعلامي لقطر للإرهابيين في البحرين كيف يمكن للبحرين وقف هذا الدعم المستمر عليها من قناة الجزيرة المدعومة من الحكومة القطرية والتي كانت على جميع قنواتها بجميع لغاتها حتى تشوه أمن البحرين تشوه الاستقرار تحاول أن تضرب النسيج الاجتماعي في البحرين أنا عجبت من الأمر الحقيقي كانت من البنود الستة التي طلبها الدول الأربع الحقيقة على قطر كان المفترض أن تتبناها هي بنفسها لأن الحق هي حماية لها قبل حماية لغيرها هي الحق حينما تنبذ هذه المنظومة الإعلامية التي هي كانت الحق ربيبة الاستعمار وهي الحقيقة جميع ما يبث فيها والحق بعيد عن الواقع والمنطق والحق الحق هي تريد زعزعة المنطق ونرى كيف أن الكذب يدار في هذه القناة باحترافية عالية نحن الحقيقة نقيد لها هذه الاحترافية ولكنها بسبيل الردى وبسبيل السوء هي الحق حينما زعزعت الأمن في منطقة الشمال الأفريقي زعزعت الأمن في منطقة المصر العزيزة على الجميع زعزعت المنطقة السعودية في البحرين هي الحق أسست لهذه الفتن الكبيرة المتلاحقة نرى أن حتى على القضية الفلسطينية نرى أن هناك زعزعة لأمرها الحقيقة في النهاية نجد أن الفلسطين ليس لهم إلا بعضهم بأن يكونوا أمة واحدة ويدا واحدة من أجل حل مشاكلهم وقضاياهم كل قضية الحق تطرح القراءة التي تخرج من خلال الإعلام المحرض الحق هو أكبر من واقع الدولة كدولة الحق هي أكبر من ذلك لأنها تريد شن حربا شعواء الحق ذاتها الإعلام ونعلم من الإعلام قويا ونعلم من الإعلام بحد ذاته مجرد الكذب إذا أسس له فهو الحق محطم نرى مسألة كانت قطر مع التحالف العربي في اليمن وهو الحق معروفة هذا الأمر طيلت تحالفها مع اليمن ما ذكرت القضايا التي ضد الإمارات ذكرتها بعد أن انسحبت ما هذا الأمر هي كانت ترصد الحقيقة كثير من القضايا التي تجعلها ضد دول المنظومة الأخرى هي لم تكن مع المنظومة هي الحقة الآن تبين على نفسها أنها كانت الحقة مؤسس لأن تكون عدوا لأن تكون صديقا ومحبا وأخا مشفقا وحانيا على من حوله البحرين الحقها دولة جوار وهي الحق البحرين وأهل قطر الحق بينهم من النسابة ومن المعرفة ومن القرابة الشيء العظيم ونجد أن مثل هذا التأسيس لهذا البعد وهذه القطيعة هي الحقة بدرت من قطر هذا التقبل الواضح للسياسة وكما قلنا مرات كثيرة نقول الحل في الرياض الحل هو من أخوانكم في المنامة في الرياض في أبوظبي أنتم أخوان يجب أن تكون الحل من داخل البيت الخليجي لا من خارجه ورأينا من هذا التمدد الحق أن هناك أدلة قانونية تحاكى ضدكم هو هناك سيكون هناك ما هو محذور منه تماما الحق هذا البعد وهذا الجفاء وهذا الابتعاد في عدم الرضوح وعدم الحق ما هي الطلبات من الدول الأربع طلباتهم واضحة وبينة أول طلب هو هذه القناة المؤذية للجميع وهي الحق رأيناها في القناة العربي حينما يوم واحد رأوا منها سوءا ورأوا أنها استضافت إرهابيا هي أوقفت وكذلك قناة أبوظبي تحولت إلى قناة أخرى إذن أنت تأتي إلى زعزعة أمن المنطقة برمتها الحق الإرهاب الآن يضرب في أوروبا في أمريكا في دول العالم كله والعالم كله اجتمع على محاربة الإرهاب تمويلا أو تحريضا نحن لا نقول رأي والرأي الآخر هناك رأي والرأي الآخر الحق المفيد للبشرية والمنقل لتصرفاتها للمحرض للبشرية نحن نأتي بقضايا كذب ودجل والحق نجعل منها قضايا مهمة مجتمعية تفتت المجتمعات ما كان في يوم من الأيام بيننا وبين الشيعة عداءً ولا يعرف الناس الشيعة أنهم عداءً إلا حينما ظهر تسييس الدين ونعلم أن الإمام موسى الصادق وإمة أهل البيت السابقين كانوا لا يدخلون في هذا الجانب لا يدخلون في هذا الجانب لأنهم يعرفون أن السياسة ستدخلهم إلى سئل الإمام جعفر الصادق قال له لماذا تخرج يا إمام تخرج على الخلافة العباسية فقال له مئتني بألف واحد مثلك ويدخلوا في التنور أمام عين يعني يدخلوا في النار ومع ذلك رفض قل كيف ذلك يا إمام هذه قضية الحقة دينية حتى عند الشيعة المسألة في مثل هذه القضايا التي تخضع للروابط الدولية والعلاقات الدولية والمعاهدات الدولية هي الحقة تحكمها منظومة دولية عالمية الحقة لا يحكمها نظام الحقة هو من أجل أن يخرج دولة صغيرة على دول أخرى أو أن يبين موقف على مواقف أخرى هي الحقة منظومة محسوبة دوليا إلا من جعل نفسه بيدي غيره كما نرى كيف إيران تجعل لها الوكلاء في المنطقة وهو واضح عمل إيران دكتور أعود لك في أيضا كشف خلال الأزمة الحالية عن وجود دعم ما لقطري للتنظيمات الأرهابية في البحرين وسربت أيضا بالأسماء من خلال القنوات الفضائية من خلال أحد رجال أعمال قطريين ما هي مؤشرات ودلالات ذلك موجهة نظركم عموما أن الحقة أعجبني كلمة أنه من سيدة النائب لديكم وهو يقول على قطر الرجوع على قطر أن ترجع إلى حضنها الخليجي والحق دعوة مباركة وجميلة وندعو لها كثيرا الحقها الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ألا وإن السؤال عن حقوق الحقها الحق يجب حمايتها وحفظها والولاية عليها من مسؤولية الدول حقها ملك البحرين وملك السعودية ورئيس دولة الإمارات ومصر هي الحقة هي الولاية لهم في ذلك في مسألة رد الحقوق إلى المظلومين أو التنازل عنها الحق إلا بالحق الخاص أما الحق العام فالأمر إليهم فيه هي الحقة حينما تكون المسألة قانونية ونظامية لا شك أنه سيكون المدعي سيخرج ما لديه ويكون المدعي عليه كذلك يكون له الرفض والدفوع في ذلك وهي الحقة هي المحاكم والعمل القضائي له أسلوب سواء دوليا أو داخليا وهي الحقة لا يمكن في هذه الحق أن تذهب أو أن تضيع سدن إلا في مسألة أن تكون هناك أخوة وتراضي بين الجميع ولذلك نقول الحلول هي عند من لهم الأمر في هذه القضية وحلحلت كثير من الأمور لربما أن هناك يكون خطأ مقصودا أو خطأ غير مقصود الخطأ المقصود هو الحق هو الذي لا مفر منه والخصطة الغير مقصود هو الحقيقة الذي فيه المفر وفيه الحق التفاوض والأخذ والرد أما الخطأ المقصود فهو الحق لا يقبل منه إلا الاقتصاص التام من ذلك نحن رأينا تسريبات الحق في الغضية وهناك اعترافات وهناك تمويلا وهناك تحريضا كل هذه الأشياء تعتبر من الأدلة التي لا يختلف عليها اثنين ولا يتناطح عليها كبشين كما قيل هي الحقة واضحة في مسألة الإدانة الإدانة الحقة للدول الحقيقة هي بقدر تورطها في هذا الأمر رأينا إعلاما والحق يتفق عليه الناس أن هناك إعلاما تحريضيا بدرجة امتياز وهو الحق مطلب من المطلبات الستة والبنود الستة التي طلبها الدول الأربع على أن إيقاف الجزيرة وكذا والقنوات المرتبطة بها في مسألة هذا البث المشيل للمنطقة ويجب أن يكون هناك إعادة لسياسة هذه القنوات الإعلامية هذا بادي إذي بادي الأمر الثاني الحق هي المطالبة بالحقوق والمطالبة بالحق هي تخضع كذلك للاعتبارات السياسية ومواقفها نحن نرى أن مسألة قطر هي حينما تأتي إلى بيتها الخليدي كما ذكر سيدة النائب وكما هو الحقة مبدأ جلت ملك البحرين الملك حفظه الله لضيق الوقت دكتور لضيق الوقت وقبل الختام أشكرك ضيفي من الرياضة دكتور مشعل العلي اشتركوا في القناة